السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي زيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كيكة البباز المعروفة كيكة الزبادي بمقادير بسيطة جدا موجودة كلها في بيوتنا ونقول المقادير مع بعض كوباية من الدقيق المنقول كوباية من السكر معلقة من السمنة او الزبدة او الاشطخ تديها ده سامة حلوة قوي وطعم جميل نص كوباية زيت فانيليا معلقتين من اللبن البودرة رشة ملح كيس بيكين بودر واربع بضات وكوبايتين من الزبادي وشربات خفيف زي شربات البسبوسة اللي هو مقاديره كوباية سكر لكوبايتين مية وعصرة لمونة ورشة فانيليا وخل وهقول لكم ليه معلقة الخلي الكبيرة هنحطها وانا بعمل معاكم الوصفة ونشوف هنعمل ايه؟ اول خطوة في الكيكة بخلط كل المكونات الجافة مع بعض الدقيق اهو بالمنظر ده مع البيكين بودر رشة الملح مهمة جدا لانها بتزبط الطعم معلقتين لبن البودرة اخلطهم كده مع بعض عشان يتجنسوا كده بالمنظر ده واجب كل النواة السايلة بتعطي البيض الفانيليا السكر زيت المنظر ده السمنة او الزبدة التعطي السمنة او الزبدة او البشتة الزبادي المنظر ده المنظر ده ههو المنظر ده كباتين من الزبادي الصغير الحجم الصغير لكن فيه كبايات كبيرة هتبقى نكتفي بكباية واحدة بس المنظر ده انتو شايفينه اخذت كل المقونات السايلة مع بعض والضغق كذب السيطرة المنظر ٤ انتهيت من خلط كل المكونات السيلة مع بعض. واجيب المضرب بتاعي. لو ما عنديش مضرب كهرباء ممكن استعمل المضرب اليدوي. بس نصيحة مني اضربه كويس جدا ما سيبش فيها اي كلاكية عشان الكيكة ما تهبطش معي. حط تدريجيا الكيك اهو. الدقيق احطه تدريجيا اهو بالمنظر ده واضرب. فيه حاجة بقى هقولها لكم انا هستعمل الخل في ايه من اسرار نجاح الكيك مع علاقة الخل الكبيرة. جميلة جدا جدا بتدي هيشان للكيك جميل. احنا هنا بستعمل الخل في جميع انواع الكيكات كمحسن كيك. بدل ما نشتريه من برا جربوها بالطريقة دي بجد هتحسوا في فرق خطير. نكمل. نعمل كده لكل الجوانب. منظر ده. تسيبش فيها اي كلاكية عشان الكيك متبطش منها. في المنظر اللي انتم شالكين ده. انا كده انتهيت من الكيكة ونشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي جاية. انا خلاص انتهيت من ضرب الكيكة وجبت صنية غلفتها بالسمنة وحطيت رش الدقيق عشان ما تلزقش الكيكة فيها. ويلا عشان نحط الكيكة بالمنظر ده. اهو. الشكل ده. ويلا عشان نحطها في الفرن. معلومة. قبل ما اشتغل في الكيكة اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. مجرد ما انتهي من الكيكة هروح مدخلها على طول لازم الفرن يكون سخن عشان الكيكة ما تنشافش مني. ويلا نشوف هنقدمها ازاي. اهو يا حباب قلبي انا خلاص انتهيت من تسوية الكيكة قعدت ساعة لربع بالزبط في الفرن. وهقطعها قدامكم. اهو. بصوا هشة وجميلة جدا جدا. الله الله على الريحة. روعة. اهو. بصوا جميلة ازاي. بصوا سبونش ازاي. بصوا. طحفة. اتمنى انه كنتوا تجربوها. بعد ما نقطعها. هنسقيها بالشرباط الخفيف. اللي قلتلكم اديرو. في اول الحلقة. وعلى فكرة الشرباط ده ممكن اسقي اي نوع من انواع الكيكات. اولا بيدي لمع حلو قوي للوش. وبيطر الوش. وبيدي طعم جميل قوي. بالمنظر ده. انا عندي شوية جوزهند. دي حاجة اختيارية. بالمنظر ده. بزوق بيها الوش. اهو. هقدمها قدامكم. اهو. بصوا. عاملة ازاي. جميلة جدا. معلش هي سخنة. مش عارفة امسكها. بصوا. بصوا سبونش ازاي. بصوا جميلة ازاي. بصوا الجمال. اتمنى انت كنتوا تجربوا الوصفة. بتعجيبكوا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة جديدة.